في الأيام الفاصلة بين استقبال الطعون على نتائج الانتخابات والتي انتهت فعليا والأيام التي تنتظر القضاء والمحكمة الاتحادية للدخول بعدها في مرحلة صناعة الحكومة المقبلة تتصدر التقارير الدولية توقعات قائمة الانتظار التي تتعلق بتشكيل الكتلة الأكبر التي يمكنها انتاج وجه الحكومة الجديدة الكتلة الصدرية التي ينظر لها العراق والعالم كالقوة الأكبر من حيث نتائج الأولية التي حصدت من خلالها 73 مقعدا تحتاج وفق محللين إلى صناعة تحالفات لإيجاد توافق على تشكيل الحكومة السيناريو المحتمل الذي يتصدر التوقعات في غرف السياسة الذي يمكن الكتلة الصدرية من تحقيق مبتغاها هو التوجه إلى الحزب الكردستاني الديمقراطي وزعيم تحالف تقدم وأحزاب صغرى للظفر بتشكيل حكومة بكل سهولة لكن خبراء في مجموعة الأزمات الدولية يرون أن التيار الصدري يحتاج للتوافق من البيت الشيعي أيضا في المقابل فإن التغييرات التي صعدت من مقاعد كتل سياسية أخرى جعل الأمر أكثر ضبابية فيما ستنتجه التحالفات في العيام المقبلة ويعتمد اختيار رئيس الحكومة على لعبة التحالفات بين الأطراف الأكبر حجما في البرلمان وقدرتها على الضغط أما رئيس الوزراء المقبل فتحمل التوقعات بأن الكاظمي يملك حظوظا قوية للبقاء في المنصب لأسباب أهمها أنه لا يملك حزبا وأنه ليس نائبا منتخبا وهما لا يضع الأحزاب في الواجهة مباشرة ناهيك عن تقاربات في المشهد السياسي عند الكتل الكبيرة التي كانت ولازالت على توافق مع نهج الكاظمي كرئيس حكومة يريد خدمة العراق كما يريدون إضافة إلى نتائج انتخابات قرأتها دول غربية على أنها ضاعفت من حظوظ النفوذ الإيراني بعد تراجع القوى التي تدعمها في البرلمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر